السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات النحو العربي التي نتحدث فيها عن الإعراب التقديري نكمل حديثنا الذي بدأناه عن الإعراب التقديري في الأسماء وكنا قد تحدثنا عن الإسم المقصور واليوم نتحدث عن الإسم المنقوص وهي المحاضرة الأخيرة في باب المعرب والمبني في النحو العربي فما تعريف الاسم المنقوص؟ سنتعرف عن تعريف الاسم المنقوص وعن إعرابه في حالتيه إذا كان معرفا بأل ومضافا أو إذا كان مجردا من أل والإضافة فما تعريف الاسم المنقوص؟ الاسم المنقوص هو الاسم المعرض هذه قيود التعريف كله قيود تحدد ما هو الاسم المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة غير مشددة قبلها كسرة فشرط أن يكون اسما وأن يكون معربا وأن يكون في آخره ياء لازمة وغير مشددة وما قبلها مكسور خمسة ضوابط تجعل أو تحدد ما هو الاسم المنقوص؟ وما خالف ذلك فهو ليس اسما منقوصا إن تحققت فيه جميع الشروط إلا شرطا واحدا فلا يعد اسما منقوصا من أمثال الكلمات التي تعد من الأسماء المنقوصة كلمة القاضي، الساعي، الداعي، الوافي كلها تدخل تحت باب الاسم المنقوص تحققت فيها شروط التعريف الخمسة ولكن قد تخرج بعض الكلمات من باب الاسم المنقوص مع أنها تحققت فيها بعض الشروط فمثلا خرج بقولنا الاسم يخرج الفعل، الفعل المختوم بياء في آخره مثل يعطي معنى مختوم بياء ولكنه ليس اسما بل هو فعل وكذلك خرج الحرف مثل في آخره ياء ولياء لازمة ولكنه ليس اسما بل هو حرف وهنا خرج الفعل وهنا خرج الحرف ويخرج بالمعرب أي اسم مبني آخره ياء لازمة مثل الذي آخره ياء لازمة، ملازمة للإسم لا تتركه ولكن الاسم هنا وهو اسم، لكن الاسم هنا مبني وليس معربا وخرج بآخره ياء، الاسم المقصور الذي آخره ألف مثل الفتاة أو الندى أو المستشفى وأخرج بالياء اللازمة، المثنى، فإن في آخره ياء في حالتي الجر والنصب أما في حالة الرفع تتحول الياء إلى ألف لأن المثنى ينصب ويجر بالياء، ولكن في حالة الرفع يرفع بالألف وخرج ما قبلها مكسور أو قبلها كسرة كلمة ظبي لأن الحرف الذي قبل الياء ساكن كلمة ظبي أبو ظبي مثلا ظبي، 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 فالباء ساكنة وهي قبل الياء اللازمة وهو اسم وهو معرض، ولكن الباء ساكنة أو إذا كان الحرف الياء في آخر الاسم مشددة مثل قولك كرسي أيضا يخرج من باب الاسم المنقص لأن شرط الاسم المنقص أن تكون الياء غير مشددة فهذه الكلمات يسميها أو يطلق عليها النحات هذا المعتل، هذا من المعتل الجاري مجرى الصحيح يعني أسماء معتلة ولكنها تجري مجرى الصحيح في إعرابه بالحركات الظاهرة أي تعامل معاملة الاسم الصحيح الذي يعرب بالضمة والفتحة والكسرة تجري مع أنها معتلة وآخرها حروف علة ولكنها تعامل معاملة الصحيح لماذا؟ لأنها خالفت شروط الاسم المنقص التي تحدد وتقيد ما هو الاسم المنقص ننتقل الآن إلى إعراب الاسم المنقص قلنا إن الإسم المنقص يدخل في باب الإعراب التقديري فهو من أنواع الكلام الذي يعرب بعلامات مقدرة فما الحكم الإعرابي للإسم المنقص؟ الإسم المنقص قد يكون محلى بأل أو مضافا هذه الحالة الأولى أولا أن يكون محلى بأل أو مضافا والحالة الثانية أن يتجرد من أل والإضافة نتحدث الآن عن الإسم المنقص إن كان محلى بأل أو مضافا في حالة الرفع والنصب والجر كيف نتعامل معه؟ إذا كان محلى بأل أو مضافا تثبت الياء أقول القاضي تثبت الياء أقول القاضي أو الداعي هذا معرف بأل لازم لي أن تذكر كذلك إذا كان مضافا تقول قاضي المدينة فيرفع بضمة مقدرة تقول قاضي المدينة مثلا الياء مذكورة لأن الإسم المنقص ما له هنا لأنه مضاف إلى ما بعده إذا كان مضافا أو معرفا بأل فألياء تبقى كما هي هذا من ناحية النطق طب ومن ناحية الإعراب يرفع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل منع من ظهورها الثقل يوجد في حالة الرفع يرفع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل الرفع أولا الرفع وكذلك يجر بكسرة مقدرة أيضا للثقل تقول جاء قاضي المدينة جاء قاضي المدينة الحالة الثانية في الجر مجر أيضا بكسرة بكسرة مقدرة تقول جاء قاضي المدينة فمثال الجر سلمت على قاضي المدينة أيضا كما قلنا ومثال الرفع تقول جاء قاضي المدينة مرفوع بضمة مقدرة مرفوع بضمة مقدرة وكذلك لو معرف بأل تقول جاء القاضي جاء القاضي جاء فعل ماضي والقاضي فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل وليس التعذر يبقى يرفع الاسم المنقوص إذا كان معرفا بأل أو مضاف إلى ما بعده يرفع بضمة مقدرة ويجر بكسرة مقدرة طيب النصب الحالة الثالثة النصب إذا كان منصوبا ما الذي يحدث أما نصب المحلى بأل والمضاف يكون نصبه بالفتحة الظاهرة دعت تحتها خطا تقول رأيت قاضي المدينة قاضي المدينة رأيت أو رأيت القاضية أو أكرمت القاضية الفتحة هنا ظاهرة وينصب إذا كان مضافا هو مضاف إلى ما بعده أو معرف بأل ينصب بفتحة 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 ظاهرة أو مقدرة بفتحة ظاهرة لماذا لماذا قلنا فتحة ظاهرة هنا لأن الفتحة خفيفة فقبلتها الياب ومن ذلك قول الله تعالى يا قومنا أجيب داعي الله فداعي هنا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة وليست المقدرة لأنه هنا مضافا إلى لفظ الجلالة الذي يكون في محل جر مضاف إليه يبقى هذا أولا الحالة الأولى الإسم المنقوص إذا كان معرفا بأل أو مضافا طيب إن كان الاسم المنقوص مجردا من أل والإضافة ما زلنا في إعراب الاسم المنقوص ليس فيه أل وليس فيه إضافة إلى ما بعده تحذف الياء تحذف ياءه ونأتي بالنون في حالتي الرفع ونأتي معذرة ونأتي بالتنوين في حالتي الرفع والجر وتبقى النون في حالة النصب فتقدر الضمة والكسرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين يبقى يرفع بضمة مقدرة في حالتي الرفع والجر على على الياء المحذوفة لالتقاء لالتقاء الساكنين إيهما السكنين اللي هي ياء الاسم المنقوص لأنها دائما ساكنة والتنوين اللي هو جاء عوضا عن ماذا عن هذه الياء المحذوفة ولكنه ينصب بماذا ينصب بفتحة ظاهرة اعطيني مثالا لأنه كما قال العرب قديما بالمثال يتضح المقال مثال الرفع قولك المؤمن راض راض قانع راض قانع فالمؤمن المبتدأ وراض خبر مرفوع على مترفع الضمة ايه المقدرة الضمة المقدرة وحذفة الياء في حالة الرفع كقول الله تعالى إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد هاد كان أصلها هادي ولكنها ولكنها هنا في حالة الرفع تحذف ياء الاسم المنقوص ولذلك سمي منقوصا لأنه تنقص منه الياء في بعض حالات الإعراب مثل الرفع والجر إن كان مجردا من ألوى الإضافة فهاد هنا أصلها هادي ولكن حذفت الياء لأنها في حالة الرفع وليست معرفة بأل وليست مضافة إلى ما بعدها فهنا مرفوع بضمة ماذا؟ بضمة مقدرة طيب مثال الجر قول العرب قديما رب ساع رب ساع لقاعد كنس الساع ساعي ورب حرف جر هنا شبيه بالزائد وساع هنا مجرور لفظا دعنا نقول أنه مجرور لفظا الآن فحذفت منه هذه الياء وعوض عنها بهذا التنوين وهنا مجرور بكسرة مقدرة ومنها قول الله تعالى مثال على الجر قول الله تعالى في الإسم المنقوص قول الله تعالى وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادَ هاد في حالة الوقف نضرب للتمثيل والتعليم فنقول فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لو أننا وصلناها بما بعدها فهنا مجرورة كلمة هاد اسم منقوص مجرور علامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها ماذا الساكنين هذه والياء التي حذفت ومثال النصب الذي يكون فيه منصوبا بفتحة ظاهرة ولياء موجودة في حالة النصب فقط كقول الله تعالى وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا هادٍ هنا منصوب ماذا منصوب بالفتحة الظاهرة أم المقدرة الفتحة الظاهرة على آخره لماذا لأنه هنا لأنه منصوب والمنصوب دائما إذا كان الاسم المنقوص منصوبا يظهر تبقى الياء كما هي ويعرض بفتحة بفتحة ظاهرة كقولك سمعت مناديا ينادي للصلاة سمعت مناديا ينادي للصلاة فمناديا مفعل به منصوب على متنصب ماذا الفتحة الفتحة الظاهرة أم المقدرة الفتحة المقدرة فالاسم المنقوص نجمل إعرابه الاسم المنقوص يرفع ويجر إذا الاسم المنقوص إذا لم يكن معرفا بأل أو لم يكن مضافا إلى ما بعده يرفع ويجر بحركات مقدرة وتحذف الياء في آخره ونأتي بتنوين عوض عن هذه الياء أما إن كان في حالة النصب فإنه ينصب بفتحة ظاهرة مع بقاء الياء في آخر الكلمة وبذلك ننتهي من باب المعرب والمبني في النحو العربي فإلى لقاء آخر مع باب جديد من أبواب النحو العربي فإلى لقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر